السلام عليكم معكم أخوكم مازن مصر يعيش في تورونتو هقول لك على العشرين جملة دلوقتي يلا بينا نبدأ الجملة الاولى هي good to know good to know بتتقال لما بتبقى عايش تقول له واحد طب كويس انك عرفتاني كويس انك فهمتاني اللي هيصل الجملة اللي بعدية هي let me know let me know انت عايش تقول let me know لما بيكون مثلا جاهلك طب عرفني يا جماعة طب حطوني في الصورة تفاهمني اللي هيحصل let me know I have too much on my plate الترجمة الحرفية اللي هو ايه انا عندي حاجات كتير قوي على الطبق بتاعي بس سواء ترجمتها بتتقال وبتتقال كتير جدا في الشغل او في الخروج لو واحد بيقول لك اما تينيب نخرج معانا او واحد يقول لك تقدر تخلص البروجيك ده معايت ومايله لا I have too much on my plate يعني انا مشغول على الاخر مش عارف اخد حاجة تاني I can't imagine مش قادر اتخيل ان ده ممكن يحصل I can't imagine myself doing that I can't imagine you saying that I can't imagine her doing that مش متخيل ان ده ممكن يحصل موهمة ممكن تستخدمها كتير right of the bat طبعا معروف ان الثقافة الامريكية وبعدها الكندية مهتمية جدا بموضوع البيس بول موضوع البيس بول او لعبة البيس بول اللي انا مش بطيئها يا كده انا مش بحبها خلص فالبات بتاع البيس بول لما كورة تم هوبا خارجة من right of the bat ليسه طلع طازة لسه طلع من الفرن طازة لما عايت تقول الحاجة لسه كده طلع طازة right of the bat لو مش عام يعني ايه لسه طلع طازة اكتب تحت في الكومنتات يا جماعة يعني ايه واخوتك المصرين هيرد علي كللك يعني ايه طازة او لسه طلع من الفرن طبعا مش بتكلم على القتل off the top of my head بتتقال كثير لما عادي يسألك على حاجة انت مش فاكرها تقوله I'm sorry man I can't really remember this off the top of my head اا مش مش فاكرها اللي هو مش مش عافز تحضرها دلوقتي بتتقال كثير ولو تقالت لك قديك فهمتها وانت ممكن تقولها والناس هتفتكر ان انت بقى ايه وات برنس وفهم حاجات وبتعرف تلك off the hook بتتقال كثير مفيدة off the hook اللي هو زي ايه عندنا في المصر يقولك خارج زي الشارة من العجين دي شبهها بس اقل حدة اللي هو off the hook اللي هو يعني ايه هربت من الموضوع اللي هو ايه I just got off the hook يعني رحمني يعني خرجني بالموضوع يعني هربت من ام الموضوع ده كله Don't push me Don't push me لطيفة ترجمة الحرفة بتاع Don't push me اللي هو ايه ما تزقنيش سين مش زاء اللي هو عايش تقول لي مثلا واحدة تقولك ايه stop saying this all the time stop pushing me اللي هو ما تجيبش اخري اللي هو متعدش تخنو علي لغات لما يعني ايه هتخنق واهرب تفهم حاجة؟ متجيبش اخري اللي هو متعدش تخنق علي لغات لما هتخنق واخرب I won't put you on the spot I won't put you on the spot put you on the spot تدخل كده فيه الدينية ضلمة وانا صلطت حتى لو ضق عادي جبت ال spot light او المبت spot وحطتها فوقيك هتاخد انت ايه اناش كلها ببص عليك يبانا كده معناها ايه زنقتك في كورنر بنقولها كده في العربي او المصري متزنقنيش في كورنر لمعلم Don't put me on the spot man I'm sorry man I'm not trying to put you on the spot here But we really need to hear what you have مش عايز اغلس عليك وحطك في كورنر بس احنا فعلا محتاجين يعرف انت عايزتوا ليه Don't put me on the spot اكي باناتوا ليه I have no idea والترجمة واضحة بتتقل كتير وانت لو قلتها كتير الناس هتفهمها و هتحس ان انت ايه يعني فاهيم انجليزي صح وبتعرف تتكلم واللغة بتاعتك حلوة وبتكر اللغة يعني بتعرف تعبر مش مجرد لكنة الاكسنت وال لكنة رقم اتنين مو متبقى فاهم لغة بتعرف تتكلم اللغة للمستمع والمستمع بيتكلم اللغة اللي هو انت فاهمها I have no idea How did you go through this انا ما عنديش ادنى فكرة انت زي ما الريب اللي حصل I think I would pass pass يعني مرر pass يعني عدي بس في الحياتة دي معنى ايه هفكس اكتف في الكومنتات يا جماعة يعني ايه واخوتك المصريين هيرد عليك يعني هكبر دماغي معناها هعدي الموضوع بس بالشياكة بدل ما تقوله بقولك ايه اطلع من دماغي تقوله I think I will pass Hey man are you going tonight with us I think I will pass I got some work to do يعني معناها ايه حاجة اعملها مش هعرف النهاردة I think I will pass بقيتو اللي ايه swollen head swollen head يعني دماغ كبيرة في مصر يقولك ايه بيكبر دماغه ودماغه كبيرة اي ان كان بتبقى ايه بتبقى متح ان هو وصعب بتبقى ذم ان هو اه بيتجاهل او ايه او يعني بيعدي المواضيع بسهولة مش بيعدي يمسف كل حاجة هنا مختلفة تماما هنا معانك انت مغرور او دماغ دي don't give him a swollen head ما خلوش يتغر يعني يتنفخ متنفخوش متنفخوش زي البالونة احنا عارفين الكلام ده في مصر متنفخوش let's touch base البيز هنا جاي من البيسبول اما العيب البيسبول اللي هو انا مش بفهم في اللعبة دي ومش بحبها بس انا نفهم من حتة دي ان انت لما بتلاقي العيب البيسبول لمس البيز يعني معانك جاب اخر الموضوع كسب ومش والدي نزال فل قولك ايه let's today today let's talk about some stuff going on okay how about we touch base on monday تعالى بقى نتقابل يوم الموندي ونجيب اخر الموضوع دي تتقال كتير اقوى في الشغل مش في الحياة العامة بس في الشغل اكتر لما بتقول ايه جماعة تعالى نتقابل ونجيب نهاية الموضوع نعرف اخر الموضوع ايه let's hang out اكيد سمعتها افلام اجناب كتير وانا متاكد ناس من مصر دلوقتي بتقولها let's hang out يعني ايه تعالى نخرج تعالى نتجمع تعالى نقضي وقت لزيز هيا بنا نتسكع اخي بتشوفها في التركمة chill out chill out chill man have some drink this water to chill يعني روى نما يشوفها كده متنشين كده chill man chill out اي حاجة دي بتحط out بعد اي verb يعني معناها ايه زود فيه chill out يعني اكثر في اللي chill chill يعني ايه روى مش يعني ايه روى انزل اسأل تحت يعني I don't think I can make it I'm sorry I really don't think I can make it make it يعني بعمل او يصنع بس هنا بتتقالي اللي هو ايه مش هقدر احضر مش هقدر انافس حاجة انا كنت قلت اعملها في الاول مش هقدر اروح هناك I don't think I can make it طريقة من طرق اللي مش هقدر اقول التهرب بس يا التهرب برضو بالشياكة وبزوب that's for sure for sure that's for sure بتتقال كتير انت ممكن تقول sure directly بس بتبقى يعني ايه اقوى والازق وبتسمحها كتير 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 that's for sure انتو جمدين جدا وانا جمد جدا that's for sure I got it I got it I got it تفهم انا از ايه got it فهمتك يا معلم got it انا فهمت الليلة ماشية ازاي got it بتتقال كتير هتسمحها كتير ولو قلتها بتخلي الانجليزي بتاعك بان ان هو more smoothly فهم انت بتقول ايه فهم بتتكلم ازاي got it يقول لك ايه مبارح فاكر البتاع مش عارف ايه بس هي كانت اه got it فهمت انت اصدك ايه I don't think it's worth it it's not worth it no it's not worth it بتتقال كتير كتير كده worth يعني ايه يعني اه اه لها تستحق بحاجة بتقول ايه انا مش حاس انها جابة همها I don't think it's worth it مش جابة همها ما تقنعيش it's not worth it مش جابة همها واخر واحدة معانا هي مش انجليزي امريكاني ولا اه ينفع تتقال حتى في امريكا لان معظم الحاجات اللي اقولتها دي بتنفع في امريكا وبتنفع في كندا دي كندا بس لو اقولتها هنا في كندا الناس تحس ان انت يعني ايه عندك وطنية كنداية ولو اقولتها في امريكا الناس هتفقسك ان ان انت من كندا او مش هتفهم انت بتقول ايه هي الاي والاتش ايه بتقال في اخر الجملة اللي هي ايه التأكيد اللي هو ايه انت امبرح نزلت الجيم ها last night you went to the gym ايه last night you ate ice cream ايه this is what you did ايه بتقال في الاخر مش تزن تعمل كده براسك انا بس بعملكها للتوكيد ولكن هي فعلا بتتقال في الاخر اللي هو ايه عايز تأكد على الحاجة ليه زي عندنا في العربي ها ها وبكده خلص العشرين عجبك الكلام ده انزل قول لي عجبني وقول لي ايه اكتر واحدة في العشرين علقت معاك وعلقت في دماغك ولو عجبك الفيديو ممكن اعملك جزء تاني عرفني سلام